مرحبا معكم اليوم طلاب جماعة الأميرة صنية رح نحكي لكم عن مشروع فكريتنا لهذا المشروع كيف يحول لغة الإشارة لصوت عن طريق موبايل أب وهو بالتالي يساعد الشخص الأبكم أنه يتواصل مع الآخرين فبكون المستقبل أو الشخص الآخر اللي بيحكي معاه عم بيسمع الكلمات اللي هي من لغة الإشارة بتحولها لصوت ديزاين تعنا بيتكون من بيك اللي هي بيك 16F877M وعننا 2 LED الأحمر لشان يعرف اليوزر أنه ما بيقدر يحرك إيده لحتى يضوي الضوء الأزرق أول ما بصير الضوء أزرق بصير هك بيقدر يحمل حركة لشان يطلع الكلمة في عنا كريستل إسليتر هي 8 ميجا هيرتز وعننا بلوتوث موديول لشان نقدر نبعت الداة للموبايل في عنا الأكسيروميتر اللي هو بيطلع حركة الـ X والY والZ في عنا الـ 4-Flex Sensor لشان يأخذ حركة الأصابع إذا كانوا فاتحين أو مسكريين موصولين مع 4-Resistors في عنا الـ Power Supply حالياً نأخذها من اللابتوب بالنسبة للـ Flowchart أول ما نبدأ سيبدأ السيستيم يأخذ القراءات من الأكسيروميتر والـ Flex Sensor بما أنهم Analog Input سيتحولون إلى Digital وبعد الـ Digital سيتأكد أنه هؤلاء من كلمات المستعملين في الـ Application سيبعدهم للموبايل ورح يرجع يقرأ إذا لا برضو رح يرجع يقرأ رح يعيد نفس العملية هلأ عنا في ديلي بسيطة عشان اليوزر يأخذ راحته قبل ما يعطي الـ Gesture مرحضة هلأ رح نعمل الـ Demo هاي موبايل أبليكيشن اللي بدو شغل فرص مرحضة 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 يوجد ترجمة ديليسي ترجمة مرحضة مرحضة ترجمة مرحضة ترجمة نانسي قنقر